السلام عليكم مشاهدي ومتتبعي قناة نهار وأهلا بكم إلى عدد جديد من حصتكم بيفو الاقتصاد عدد اليوم سنخصصه لبرصة الجزائر 17 سنة تمر على إنشاء هذه الهيئة المالية نشاط محتشم لا أي قيمة اقتصادية في الجزائر هيكل بدون روح وكذلك تدولات ضعفة هي وضعية برصة الجزائر اليوم وللحديث أكثر حول وضعية برصة الجزائر أسعد باستضافة المدير العام لبرصة الجزائر السيد يزيد بن مهوب أهلا بك معنا إذن كما سمعت وضعية كارثية تعيشها برصة الجزائر للأسف الشديد يعني رغم كل الاستراتيجيات والسياسات والقوانين التي تم اتخاذها لكن برصة الجزائر بقيت على حالها هيكل بدون روح لماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم أولا نشكركم على الدعوة والاستضافة يعني ما ذكرتمه هو حقيقة ما نقدرونش نتهربوا منها ولكن عندما نلاحظ الظروف أنا ذاك ظروف التسعينات أزمة أمنية أزمة اقتصادية اجتماعية لغير ذلك فهذا لا يسمح للسوق أو السوق المالية سوق الأوراق المالية أنه يتطور لأنه معروف هذا يعني عالميا بأن السوق المالية أو كل أسواق لازم تستوجب الثقة والاستقرار إذن نقدرون نقولوا يعني هذا الحالة اللي وصفتها هي بطبيعة الحال لا مفر منها ما نقدرونش يعني تكون وضعية غير اللي ذكرتها ولكن حناية ما نتذكروش يعني ما نتجهلوش الوضع الماضي ولكن الآن حبينا يعني نعرفه لازم علينا نعرفه ورنا رايحين ما هو يعني البديل لتمويل الاقتصاد الوطني عندما نتحدث عن الاقتصاد بطبيعة الحال نتحدث عن تمويل المؤسسات الجزائرية المؤسسات الاقتصادية ونظن بأنه الآن الأوضاع تسمح بظهور هذا السوق بظهور البورصة ولعب دور يعني نقدرون نقوله محواري في المستقبل لتمويل الاقتصاد الجزائري نعم بما أنك تحدث يعني على الثقة تحدث كذلك على الاستقرار إلى غير ذلك نتذكر إلى ما خنتنيش ذاكرة في 2013 أعلن يعني مجلس يعني مساهمات دولة على دخول يعني شركات كبيرة لبورصة الجزائر من أجل إنعاش وإعادة يعني الحركة لسوق الأوراق المالية لكن إلى يومنا هذا كل هذا بقي حبر على ورق لماذا؟ لماذا؟ لأنه يعني بسهولة المشاهد الكريم يعرف يعني الوضعية السوق يعني كنت حدثوا على البورصة ما هي أولا؟ البورصة هي تداول بعض ما يسمى بالأصول المالية للشركات إذن الشركات التي مثلا تستحق تمويل تتقدم إلى البورصة كما يتقدم يعني إلى البنك تتقدم إلى البورصة سواء بفتح رأس مالها حصول على تمويل وإلا بإصدار بعض السندات على مستوى سوق ما يسمى بسوق السندات دائما على مستوى البورصة فيما يخص الشركات العمومية التي جاءت في قرار مجلس مساهمة الدولة بطبيعة الحال ثمان شركات ذكرناها ميرانو وتكرناها بدون ذكرها أولا لماذا هذا القرار؟ لماذا السلطات العمومية أخذت هذا القرار؟ عندما نقول لـ 2013 الأوضاع المالية تختلف نوعا مع الأوضاع المالية الحالية إذن عندما ذكرنا هذه الشركات الدخول لبورصة هي في حقيقة الحال في الحقيقة لا تستحق لتمويل الشركات هي شركات كبرى لها إمكانية مالية ذاتية تسمح لها بتمويل مشاريعها بكل سهولة نحن نسيب نهو بالإشكال ليس هنا هذه كامل معروفة لكن إشكال لماذا لم تنضم هذه المؤسسات إلى يوم هذا؟ يعني يرىنا الآن قريب ثلاث سنوات أنا في طريق الإجابة إذن الهدف الرئيسي هو يعني أولا وضع أو إعطاء ثقة للمتعاملين خاصة منهم المتعاملين الخواص لولوج إلى البورصة إذن هذا القرار الإخذاء في 2013 هو قرار نقدر نقوله مصيري لبورصة الجزائر ونحن في انتظار وصول هذه الشركات ونقدر نذكره الآن بأن هناك ربما حوالي ثلاث أو أربع شركات يعني رهي في قريبا يعني إن شاء الله ستدخل البورصة ومن تجهلوش بأن هذا الوضع أيضا هو وضع جديد بالنسبة لهذه المؤسسات ودخول البورصة لا يتم يعني بين عشية وضوحها هناك إجراءات لازم تقوم بهذه الشركات إلى غير ذلك خاصة فيما يخص نعم في آخر تصريح لمدير لمراقبة عملية تنظيم بورصة الجزائر في الجامعة الصيفية للأفسيو انفى دخول هذه المؤسسات في الوقت الحالي قال أنه لن تنظم هذه المؤسسات لبورصة الجزائر لأن هذه المؤسسات ليست مهيئة كنت حاضر في هذا الاجتماع حقيقة هو ما اذكرش بهذا ما قلش ما رحش تدخل يعني الكثير منها هو تأسف أنه هذه الشركات اللي منذ 2013 رانا في نهاية 2015 ما زال ما لتحقتش بالبورصة إذن هو طرح سؤال بأنه لماذا هذه المؤسسات لم تصل إلى حد الآن إلى البورصة ولكن احنا يعني رانا نتبعوا هذه الشركات هذه الملفات وقلت بأنه مدير عام لشركة شركة الإسمنت بدون من ذكروا اسمها هي في يعني راهي يعني في نهاية المشوار لتقديم طالب على مستوى هيئة مراقبة لجنة مراقبة عملية البورصة نعم تكلمت على عنصر مهم يعني ليدفع يعني أي مؤسسة أو لحتى أي مواطن باش يتفضل يعني البورصة الجزائر وينضم إليها لهي الثقة لنحنا لو نتذكروا أنه فيما يخص يعني دخول يعني شركة أليونس للتأمينات وكذلك شركة رويبة للعصائر لما دخلوا البورصة الجزائر أعادوا هذا الثقة واعطوا يعني حافز المؤسسات أخرى باش تدخل لكن الوضعية والسياسة ليتم ليتم اتخاذها ولا يتم استناد إليها في بورصة الجزائر قضات على هذا الثقة اليوم هناك مشكل كبير في السيولة يعني كيف تتعاملون مع هذا الوضع ياسي بن ميهون عندما نتحدثوا على السيولة أولا نلحظوا عمق السوق أربع شركات هذا لا يكفي لإعطاء حركية كبيرة لبورصة الجزائر إذن الهدف الأساسي يعني إحنا رسمناه ويعني هو من قرارات لإخذتها الوزارة المالية في المشروع اللي إخذته في 2013 لإعادة بعد 2011 عفون لإعادة بعد السوق المالية هو إدراج الشركات إدراج العدد الأكبر من الشركات على مستوى البورصة ونذكره بأنه 2012 عرفنا عرف ما يسمى بإنشاء سوق خاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة لأن قبل هذا التاريخ كانت البورصة يعني متوجها فقط للشركات الكبيرة إذن إحنا تماشياً مع ما رسمته يعني الحكومة هو إنشاء شركات صغيرة متوسطة قلنا بأنه لازم علينا أن نفتحوا أبواب البورصة لهذه الشركات الصغيرة المتوسطة ولكن للأسف إلى حد الآن منذ 2012 إلى حد الآن لا يوجد أي شركة لماذا؟ يعني عندما نلاحظ مثلاً الشركات التي تسحق تمويلات هي تتجه بطبيعة الحال أولاً تعتمد على التمويل الذاتي لطوفي نانسما وإلا تتجه إلى التمويل الكلاسيكي ما يعرف بالتمويل البنكي ولازم نعرف المشاهد الكريمي يعرف بأنه الآن يعني منذ عدة سنين الحصول على قروض من البنك بفوائد يعني ما يسمى ديتو بونيفيي إذن هذا إنشاء ما يسمى يعني عزوف الشركات عن دخول البورصة لأنه يقدر يتحصل على تمويلات بأقل تكلفة إذن الآن ولكن الوضعية الحالية يعني التي توجهها للجزائر لإقتصاد الجزائري ونقص في الواردات هذا يدفع لي يعني يحثنا لإنشاء أو استغلال كل الإمكانيات لتمويل الاقتصاد ومن بين هذه الإمكانيات وجود برصة الجزائر التي تقدر تلعب دور هام في تمويل هذه الشركات نعم فيما يخص تمويل أنا تكلمت لك فيما يخص سيولة الإشكال يعني أو حاليا في البورصة هو السيولة يعني الثقل يعني فيما يخص أسهم السيولة الآن مثلا نعطيك مثال يعني باش يعني تنتعش يعني بورصة الجزائر لازم البنوك دير دورها كما ينبغي لازم تكون هناك وسطاء البنوك هي اللي تلعب دورها هي اللي تقوم ببيع هي اللي تقوم بترويج الآن البنوك لا يلعب دورها رغم أنه البنوك بورصة الجزائر يعني كلهم يعني هيئات مالية هذا هو الإشكال ما تظنش أنه الإشكال يعني فيما يخص بورصة الجزائر هو في البنوك في الوسطة في السيولة الآن مثلا تلقيت بأحد الأشخاص قال لي أنه لما شريت يعني أسهم يعني استغرق الوقت يعني 24 ساعة فقط لما حاولت أنه نبيحهم 15 يوم وما بعتهم هذا هو الإشكال السيولة نقول كأن أكثر من هذا الشي نعم ذكرت دور البنوك أولا عندما تحدثنا على السيولة يعني ذكرت عمق السوق أربع شركات إذن هذا يخلي المستثمر المستثمر يعني الانفستيسور سواء الشركات وإلا المواطن البسيط يعني ما يكونش عنده رغبة في الاستثمار على مستوى البورصة فهذا إذن المواطن ولا المؤسسة لا لا سواء المواطن والمستثمر لأن البورصة هي عندنا من جهة الشركات يعني لأنه مكانش ترويج البنوك لا تقوم بدورها الآن المواطن يروح للبنوك يقول أنا خطيني ما عندي حتى تعليم لا لازم نعرفه بأنه البورصة هي ملك للبنوك البنوك العمومية وكل الوسطى إذن إذا كان يعني البورصة متوجدة منذ 17 سنة كما ذكرتم فهذا يعود إلا أنه البنوك بالرغم من يعني دور الوسطى هو دور نقوله يعني دور مصيري للساحة المالية إذن على البنوك بتابعة الحال أنها تلعب دور استقطاب هذه الشركات وإدخالها إلى البورصة إذن وباش يكون هذا الشيء لازم تعليمة لازم تكون هناك تعليمة إجبار هذا البنوك لازم تكون تعليمة من وزارات المالية ولا أي وراه الإشكال وراه الحل يعني فهذا الشيء باش يعني تكون هناك سيولة باش البنوك يعني تلعب دورها إلى غير لازم تفهموا الوضع بأنه نتحدثوا على الشركات ولكن عندما نتحدثوا على الوسطاء الوسطاء عندهم أيضا يعني بعض من قلوش عراقل ولكن بعض الصعوبات للعمل على مستوى البورصة مثلا وش نيصر مثلا عندما نأخذ بنك عمومي نعم بنك العمومي هو وسيط بطبيعة الحال إذا الآن البنك العمومي كواسيط يتحمل مسؤولية شراء بعض الأسهم بثمن مثلا نقول 300 و400 دينار وإذا تراجع سعر السهم فهنا رأنا في قطاع عمومي والفكرة أنه يعني أموال هي أموال عمومية ربما قد هذا يخلق قد يخلق بعض الصعوبات للمسيير إلى غير ذلك إذن هذا يحجم بعض إلى حد كبير نشاط على المستوى البورسة ولكن نحن نستحسن أنه منذ 2013 2014 هناك دخول بعض الوساط الأخرين بنوك خاصة وكذلك دخول وسيط على مستوى البورسة خاص وليس ببنك إذن هذا ربما سيعطي دفع جديد لعمل الوسطى وهذا ربما سيدفع بوتيرة سيرورة بورسة الجزائر نعم الآن بما أنه هناك حقيقة أخرى كذلك كاسيب الميهوب فيما يخص شراء الأسهم وبيع الأسهم هي ثقافة قبل كل شيء الجزائر اليوم لا يوجد ثقافة فيما يخص شراء الأسهم هل هناك نية أو فكرت أو اقتراح مثلا من طرفكم للتوجه نحو البورسات الأجنبية يعني بمثلا عرض هذه الأسهم لشراءها أو بيحها للأجنب بالخارج هنا أعطيت يعني أنت ترحت سؤال وأعطيت إيجابة في نفس الوقت لأنه مشكلة هذه السيولة إذا كان المواطن يعني المستثمر بصفة عامة ليس لديه هذه الثقافة في استثمار على مستوى البورسة كيف يمكن الوصول إلى السيولة يعني كافية للحصول إذن نحن هذا يعني شخصناه منذ بعض منذ سنين الآن منذ 2003 خاصة ارتائنا إلى الخروج من يعني نقدر نخروج من 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 مكتب البورسة وعملنا الكثير من الجوالات عبر الوطن للتقرب من المتعامل الاقتصاديين والحد الآن نقدر نقول يعني تصلنا بحوالي خمسمائة أو أكثر من المتعامل الاقتصاديين ونشكر في هذا الإطار غرف التجارة والصناعة للولايات التي تقدمنا لها وعملنا هذا يعني ما يسمى بأيام أو دراسية للتعرف بكيفية سيرورة البورسة كيفية الدخول ما هو المغزى من الوصول إلى البورسة إلى غير ذلك ونقدر نقول بأنه أول ما قمنا به في 2013 قمنا به في جهة الغربية في وهران وأول الشركات التي حطت طلب لدخول البورسة هي من الجهة الغربية إذا إذا نحن متفقدين كثير بأن هذا الخطوة ستسمح لدخول شركات أخرى نعم لكن حقيقة بكل صراحة سيب المهوب هل تظن أن الوضعية تسوق الأوراق المالية في الجزائر مهيئة تقنيا قانونيا لتسجع هذه المؤسسات لتدخل بورسة الجزائر والله بكل صراحة القوانين والشروط الإدماج والمزايا التي تقدمها مثلا على مستوى الجبائي إلى غير ذلك يعني كل الأمور مهيئة إلا أن الكثير نحن التمسنا من هذه اللقاءات التي قمنا بها أنه هذا شيء ما تجهلوش أن الشركات الخاصة طابعها هو طابع عائلي بالفعل وبالتالي عندما نتحدث على فتح رأس المال على مستوى البورصة فهذا ربما يكون يعطي بعض يعني الشركة ما تكونش أو المالك يعني مالك الشركة ما يكونش متحمس ولكن علينا لازم نقدموله ما هي ما هو يعني الأهداف وما هي المزايا اللي يقدر يتحصل عليها بالفعل هذه النقطة مهمة بما أنه كما قلت أنت معظم الشركات في الجزائر هي شركات عائلية تقول لك أنا ما نحبش يكون عندي شريك شريك أجنابي كيفاش في هذه اللقاء هل هناك إمكانية أن يكون مثلا تعدلوا شروط يعني دخول البورصة ولا مثلا تستثنوا هذا الفئة ولا تدروها يعني امتيازات إلى غير ذلك نحن لا نستثني أي من الشركات نعم القانون على الجميع القانون على الجميع ولكن إنشاء السوق شركات صغيرة والمتوسطة نذكر شرط من بين الشروط هو أنه لازم على الشركة أنها أولا تكون شركة ذات رؤوس أموال يعني من نوع أسبيا شركة شركة ذات أسهم نعم وعليها أن تفتح على الأقل عشرة بالمئة من رأس مالها هذا عندما تحدثوا على سوق ما يسمى بسوق الأسهم عشرة بالمئة لا يعني يعني السيطرة على الشركة تبقى في أياد الممتلكين ولكن إحنا من هذا المنظور إحنا أولا الشركة رايح تتحصل على تمويلات والتمويلات تتحصل عليها لمستوى البورصة هي تمويلات ليس لها يعني يقدر يرفع ما يستحق من الأموال بدون قيود مثل ما تطلبه البنوك يعني ضمنات إلى غير ذلك لا يوجد أي ضمنات يعني نشرطها الشرط يعني والميزة الأخرى هو أنه 2014 قانون مالي لـ 2014 أعطى امتياز وهذا منصبوه على مستوى البورصة الأخرى امتياز أنه الشركة التي تفتح رأس مالها على مستوى البورصة تتحصل على انخفاض أو تخفيذ على مستوى أرباح الشركات يعادل نسبة الانفتاح إذن هذا أيضا يعتبر حافز والحوافز الأخرى هو أنه الشركات التي تدخل البورصة يعني تكون عندها نقول يعني صورة تختلف عن الشركات الأخرى وربما نذكر في هذا الصدد يعني بعض من الشركات التي قررت تدخل البورصة يعني نتحدث مع مسؤول قال أنه عندما خذوا القرار بإدخال الشركة على المستوى البورصة الكثير خاصة المتعملين الأجانب يعني جاوليهم بعروض ما كان شيء توقحها لماذا لأنه الأجنبي في طبيعة الحال الشركة التي تكون من درجة على مستوى البورصة هي شركة تتميز بحوكمة تتميز أيضا بالشفافية إلى غير ذلك وهذا يشجع الشركات لدخول البورصة نعم كذلك هناك نقطة مهمة الآن في الجزائر تقريبا معظم المؤسسات هي مؤسسات صغيرة ومتوسطة لماذا الجزائر لا تملك بورصة خاصة بمؤسسات صغيرة ومتوسطة مثل ما هو موجود عند جيراننا مثل ما هو موجود في باريس على ما أظن بورصة ألترناكس عندنا سوق في 2012 سوق خاص بالشركات الصغيرة المتوسطة مع شروط مبسطة إلى الغاية نحط مثال الشركات الكبرى التي تعدى رأس مالها 50 مليون دينار جزائري تدخل في السوق الشركات الكبرى بالنسبة للشركات الصغيرة التي رأس مالها أقل من هذه القيمة تقدر تدخل للبورصة يعني فتح 10% بينما الشركات الكبرى لازم عليها تفتح 20% والشركات الكبرى نطلب منها أنها تقدم الكشفات لثلاث سنين وبالشرط أن الكشف الآخر أن السنة الجبائية الآخرة يكون الناتج هو إيجابي بينما الشركات الصغيرة والمتوسطة نطلب منها أنها تقدم كشفات السنين العامين الماضيين بدون قيد خاص بالربح إذن لا نقول لازم عليها يكون فيها ربح ولا غير ذلك إذن هذه نظن هي شروط مبسطة للغاية لدخول هذه الشركات ونحن قلنا أن أبواب البورصة مفتوحة لهذه الشركات لتبحث عن تفسيرات إلى غير ذلك ونحن في الخدمة إذا كان اللي يحبوا يتصلوا بنا مرحبا دائما فيما يخص المؤسسات صغيرة ومتوسطة من بين أهم ربما العراقي التي تعانيها هذه المؤسسات هي الحصول على التمويل هناك مؤسسات تلقى صعوبة لتحصل على التمويل فيما يخص البنوك لماذا لا تقومون أنتم مثلا باستضافة هؤلاء أصحاب هذه المشاريع أصحاب المؤسسات الصغيرة داخل قاعات البورصة من أجل عرض مشاريحهم على صناديق الاستثمار إلى غير ذلك بأجل مرافقة هذه المؤسسات هذا نلقاوه في جيرانا نلقاوه في تونس نلقاوه في المغرب لكن في الجزائر لا يوجد عندما نتحدث الآن عن البورصة البورصة كهيئة ليس شيء حاجة صعيبة تقدروا تديرها بصفة عادية لا لا هذه أشياء نقوم بها نستضيف الشركات على مستوى بغض النظر عن الخارجات التي نقومنا بها ولا سنقوم بها أيضا على المستوى الوطني ولكن ركا ذكرت أنت سنضيق الاستثمار إلى غير ذلك إذن إنعاش البورصة يتحتم أن المحيط المحيط الذي يحيط بالبورصة يجب أن يكون ناشيط هو كذلك ويكون متمكن إذن وجود الشركات يعني ليس هناك تنسيق وتعاون بينكم هذه هي حقيقة لا 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 ما عندنا تنسيق كينتنسيق وربما لازم استحداث لازم نسكنا بالحنا الإكو سيستام لازم الإكو سيستام يكون يعني ناشيط على الحيط بالبورصة لأنه وصول إلى البورصة هو بطبيعة الحال يعني يعني يعتبر كنهاية ل دون البروسيسوس سيانفات ستون فناليتي ولكن الآن كيفاش نحاول نستقطب هذه الشركات إذن نقول المغزى يعني من هذه الخارجات إلى غير ذلك هو أن نستقطب هذه الشركات لوصول إلى البورصة ونذكر فيما يخص التقارب يعني البورصات الأجنبية نعم نحن ما استثنيناش هذا الوضع الآن الأوضاع أو القوانين لا تسمح لمستثمر أجنبي أنه يدخل إلى البورصة ولكن نحن مضينا الكثير من الاتفاقيات مع بورصة بورصة أورو نيكست مع بورصة تونس والبورصة المصرية لأنه حاولنا أنه يعني نوعه من التجارب لإستفادة من هذه التجارب وعندما تكون يعني يكون نشاط البورصة يعني في تحرك نكون متهيئين للوضع نعم يعني يعني نشوف إجراءات تحركات كثيرة تصريحات يعني كثيرة سواء من طرفكم أو حتى من وزارة المالية لكن الواقع يعني شيء آخر بكل صراحة هل هناك بالفعل إرادة سياسية من أجل يعني النهوض وإنعاش يعني بورصة الجزائر أم أنكم تكتفون فقط بالتصريحات لكن الواقع شيء آخر نقول لك فيما يخص عندما ذكرنا على الثقة الثقة يمدها القرار السياسي والحكومة أخذت قرار إدخال الشركات ثمن شركات الكبرى من بين الشركات الكبرى نعم تخذت القرار لكن ما زال يعني في 2013 يعني إذن القرار الآن يعني لست هناك إرادة سياسية الإرادة السياسية لازم يعني عمل ميداني لازم تفعيل لازم تجسيد لازم الملموس وراهم هذه المؤسسة الآن القرار السياسي أنا أظن القرار السياسي هذا هو المشكلة خذ مسؤوليته وعطاء القائمة الآن على هذه الشركات أنها تتحرك لتجسيد دخولها للبرصة ما يشرق القرار السياسي خلاص خذ القرار اعطى التسريح إذن الآن القرار ننتقل من القرار يعني من السياسي إلى التقني إلى الاقتصادي إذن الآن على الشركات هناك بعض الشركات من بين الشركات التي ذكرناها يعني السلطة التي قيم يعني لزورغان دو جيستيو نسو صممم با برونانسي سور الانترودكشون بولس إذن هذا سين روتار وعلى كل حال نحن كما يقول نتفهم الوضع لأنه وضعية جديدة أيضا بالنسبة لهذه الشركات لازم عليها بعض تأخذ وقت ل يعني التأقلم بهذا القرار ودخل البرصة ولكن نحن وثقين بأنه السنين المقبلة إن شاء الله تكون هي يعني رح تحطي إمكانية البرصة للعب دور كبير في تمويل الاقتصاد نعم الآن الجزائر تعيش ظروف استثنائية أزمة اقتصادية كذلك فيما يخص تمويل مشاريع تمويل استثمارات إلى غير ذلك الآن يعني ما تظنش أنه يعني بورصة الجزائر أمام فرصة حقيقية من أجل الإقلاع يعني باش يعني تنعش اقتصادها بطبيعة الحال يعني يعني الدور كوم اليوم يعني كبير جدا ومسؤولية كبيرة يعني فيما يخص يعني يعني تمويل المشاريع عوض أنه يبقى دائما تمويل يعني كلاسيكي من البنوك إلى غير التمويل أنه القرار قرار دخول البورصة هو قرار يتخذ المؤسس بكل حرية نحن نقدرش نجبر أي شركة أنها تدخل البورصة نحن نعطي لها الامتيازات نعطي لها الشروحات اللازمة نبسطولها الشروط لدخول البورصة والآن يعني نظن بأنه بدأت تتغير الأوضاع بأنه الملكي الشركات الخاصة منها بدأوا يعني التمويل عبر البورصة كإمكانية لتمويل المشاريع ولازم نتحدث يعني لا سمحت باختصار باختصار أنه في السنين الماضية سيولة البنوك كانت تسمح لها بإعطاء قروض كبيرة يعني لكل المشاريع إلى أن من المستقبل السيولة لا ستكون نفسها وبالتالي يعني تقلص هذه السيولة ربما سيسمح لهذه الشركات لدخول البورصة لتكميل تمويل مشاريعها نعم وهو ما نتمنى سيد بن ميهوب نقاشي يعني مازال متواصلا مشاهدي ومتتبعي قناة النهار نقاشي مع بكم مشاهدي ومتتبعي قناة النهار إلى الجزء الثاني من حصة ضيف والاقتصاد وضيفي في هذا الستوديو السيد يزيد بن ميهوب المدير العام لبورصة الجزائر إذن تكلمنا على الكثير من الأمور التي ربما تعيشها بورصة الجزائر نتكلمه الآن فيما يخص نقطة مهمة يعني فيما يخص تداول يعني السندات الأسهم إلى غير ذلك نحن اليوم نعيش يعني عصر التكنولوجيا تكنولوجية الإعلام والإتصال لماذا مثلا بورصة الجزائر لم تفكر في 2015 لماذا لم تفكر مثلا في وضع برمجية يعني خاصة بالبيع المباشر بمعنى تمكين المواطن من أنه يشري الأسهم ولا يبيع الأسهم بدون أنه يتنقل بورصة الجزائر يعمر يعني الأوراق ولا يروح للابونك بدون وسطة إلى غير ذلك فيما يخص يعني هذا الأمر عندما نتحدث على نقص السيولة نظن بأنه يعني كما يقولون مثل الفرنسي يعني أولا لازم ينعاش البورصة خلق السيولة اللازمة يعطي العمق اللازمة للسوق وفي نفس الوقت وضع هذا البرمجيات إلى غير ذلك ولكن يعني باش نطمأن المشاهد الكريم والمؤسسات أنه وزارة المالية خذت على عاتقها اقتناء ما يسمى system d'information de cotation يعني جهاز تداول من يعني أرقى المعمول بها عالميا وهو في إطار يعني الاقتناء إذن ربما 2016 وإلا 2017 نتحصل على هذا البرمجة من جهة أخرى احنا يعني حاولنا أنه نعطيه صورة أخرى بالنسبة لبورسة الجزائر أول ما قمنا به هو استحداث يعني سيت انترنت جديد فيه كل المعلومات نظن يعني ربما المشاهد يقول بأنه مدام مدير بورسة الجزائر الولي يتحدث حنا هذا ما تحصلنا عليه من المتعاملين الاقتصاديين أنه لسيت انترنت اكتوال فيه كامل المؤشرات اللازمة هذه من جهة ومن جهة أخرى نعطيك يعني معلومة ربما هو أننا في بداية 2016 بإذن الله رايح نتحصل على اينا ابليكاسيون موبايل إذن هذا لتبسيط ما قلت يعني لأن عرفوا بأنه خاصة الشباب ويستعمال الجيل الثالث في الهواتف النقال إلى غير ذلك حنا فكرنا في هذا شيء ورانا في إطار اقتناء هذا الابليكاسيون موبايل ورح نطرحوها إن شاء الله سواء في نهاية 2015 وإلا بداية 2016 نعم دائما فيما يخص هذا القطاع قطاع تكنولوجية الإعلام والإتصال هل مثلا هناك نية مثلا أنه يتم إنشاء يعني بورصة خاصة بتكنولوجيات يعني العالية تكنولوجيات إعلام والإتصال اتصالات إلكترونيك إلى غيرها تبعت الحال عندما تكون عندنا الشركات يعني تبدأ تدخل للبورصة رح نعمل يعني كما يقول ديزانديس ما يسمى بيزانديس مؤشرات خاص بالقطاعات الآن أربع شركات لا يمكن تحدث عن مؤشر قطاعي يعني خاص بقطاع لأنه أربع شركات هذا لا يكفي وبالتالي عندما تكون عندنا ربما نتفائل أنه مثلا الشركات الصغيرة المتوسطة لستارتوب خاصة دون البول تكنولوجيك وغير ذلك هي رح إذا تحصلنا على شركات على مستوى هذا السوق رح نستحدث مؤشر خاص بهذا بهذا القطاع خاص بقطاع الخدمات لسيرفيس قطاع الصناعة الاندوسترية لغير ذلك ولكن المشكلة الأساسية الآن هو يعني إقناع المؤسسات بضرورة دخول البورصة لتمويل المشاريع نعم سيب بن مهوبي إقناع يعني إقناع المؤسسات بالدخول إلى بورصة الجزائر هو يعني الهدف تاكم كبورصة الجزائر وحتى هدف يعني الحكومة إلى غير ذلك أنت كعضو بمنتدى رؤساء المؤسسات هل وجدت هناك نية أو رغبة من طرف يعني الأفسيو ورئيسها سيعة لحدات يعني باش تكون هناك مرافقة لبورصة الجزائر وحتى تسجيع أصحاب يعني المؤسسات ينضوا تحت منتدى الأفسيو باش يعني دخلوا لبورصة الجزائر والله يعني نعطيه أول إحنا مرناش يعني عضو ولكن نستحسن أنه نشكر يعني السيحدات والتقم الذي يعمل على مستوى منتدى رؤساء المؤسسات لأنه الآن يعني نتلقى يعني دي انفيتاشيون براتيكما طول اليفنمان تعل الفسيو وهذا يعني إحنا مرتاحين لأنه منتدى رؤساء المؤسسات هذا يعني بأنه أو يفكر بالنسبة للشركات هذه وإعطاء فيها من بين تعليمات التي يعطوها للحكومة هناك فصل خاص بكيفية نعاش سوق الأوراق المالية إذن مؤخرا كنا حضرين في ما يسمى بالجامعة الصيفية لمنتدى المؤسسات ويعني تحاورنا مع الكثير من المتعاملين الذين بدأوا الرغبة في السوق ولكن ما زال نحسوا من جهتهم بعض التخوفات لأنه شيء جديد إلى غير ذلك ولكن سوف نعمل إن شاء الله مع المنتدى خاصة أنه الآن هناك دي روبرزانتون نيفو ريجون نحن 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 لكل جهات على مستوى الوطن يعني بعض الخبراء مثلا يقولون لإنعاش بورصة الجزائر وخروجها يعني من وضعية الكارثية التي يرأي فيها لازم تدخل مؤسسات كبيرة لبورصة الجزائر مثل سونالتراك سونالغاز وصيفيطال يا ريت لك يعني ماذا بنا أن شركات مثل هذه التي ذكرتها تكون على مستوى البورصة بتابعة الحال يعني النهوذ بالبورصة يعني مقترن بدخول الشركة الكبرى هذا شيء طبيعي ويعني معمول به عالميا يعني نعود أيضا إلى قرار إدخال الشركة الكبيرة منها بونوك منها شركة تأمينات منها شركة بهوت في النقالة إلى غير ذلك هذه شركة كبرى راح تعطي الدفع اللازم فيما يخص مثلا سونالغاز المدير رئيس العام لسونالغاز ذكر بأن شركة راح تستثمر ما يعادل حوالي 2700 مليار دينار جزائري على المدى الطويل يعني إلى 2024 دوميل بنتكات إذن بما أن الحكومة خذت قرار أن تمويل المشاريع الكبرى يعني مننا وصاعدا يخرج من تمويل عبر ميزانية الدولة وعلي هذه المؤسسات الآن لازم عليها أنها تبحث على تمويلات أخرى سواء تمويل بنكي وإلا تمويل مشترك بنكي وتمويل عبر السوق المالية والسيد رئيس السيد وزير المالية ذكر مؤخرا بأن الوزارة يتعمل مع سونالغاز لإصدار سندات على مستوى البورصة بقيمة يعني لبأس بها وهذا أولا لتمويل الشركة وكذلك إعطاء الدفع لسوق سندات على مستوى البورصة ألا تظن أنه قبل أن يكون يعني إعادة الاعتبار لبورصة الجزائر وكذلك جلب المؤسسات يعني لداخل بورصة الجزائر هناك نقطة مهمة كذلك هو مناخ الأعمال في الجزائر ما تظنش أن نقبل يعني من جيب المؤسسة لازم نحسنه من مناخ الأعمال في الجزائر لازم نقضو على البيروقراطية لازم تكون هناك شفافية لازم هناك تكون هناك ثقافة كذلك هناك نقطة مهمة لازم تكون هناك ضمنات يعني من المنظومة الجيبائية إلى غير ذلك ما تظنش أنه نبدأ من هذه الأمور قبل يعني من تحثوا على إنشاء البورصة قبل من تحثوا حول تشجيع المؤسسات هلأ لا تظن أنه هذا هو يعني المشكلة الكبيرة يعني فيما يخص تحدثت يعني سابقا على ما يسمى بالإيكو سيستام يعني حبيت نقول بأنه من بين وذكرت في الأول أنه السوق لازم عليها أو العنصر الثقة والاستقرار إذن هذا فيما يخص مناخ الاستثمار بطبيعة الحال وحنا يعني ننتظر أنه المشروع الاستثمار في الجزائر فيما يخص قانون الاستثمار اللي راهوا في إطار يعني الإصدار نأمل أنه يحمل بعض القرارات اللي تسمح للشركات بدخول البورصة على سبيل المثال فيما يخص مثلا حق الشفاعة نعم حق الشفاعة إحنا ماذا بنا أنه على مستوى السوق ما يكونش حق الشفاعة لأنه هذا يعتبر أيضا دليل من يعني السلطات العمومية لإعادة بعث السوق وبالتالي كل شركة تريد يعني بيع حصتها على مستوى السوق يعني خاصة أنك يكون الأجنبي الدولة تتنازل على حق الشفاعة نعم نعم كذلك ربما ما فهمتش سؤالي جيد نعم قلت لك قلت لك الآن مثلا من بين الشروط ربما أنه تدخل بورسة الجزائر يعني تدخل أي مؤسسة لبورسة الجزائر هي فتح يعني دفاتر تسيير أي مؤسسة هذا من بين الشرط يعني الأهم والآن ما كاش مؤسسة ربما يعني قليل تلقى مؤسسة تقدر يعني تفتح يعني دفتر تح الخاص يعني بالتسيير خوفا ربما يعني من يعني فساد ربما خلقات إلى غير ذلك كيف أولا تبعت الحال هذه حقيقة ولكن الشركات عادة الشركات المتوجدة على مستوى البورصة يعني في العالم هي الشركات الرائدة إذن عندما نتحدث مثلا على 700 ألف شركة صغيرة ومتوسطة يعني ما نحاول أن نستقطب 700 ألف شركة صغيرة ومتوسطة لا ولكن الشركات الرائدة ونعرفها شركات خاصة معروفة على المستوى الوطني لها إمكانيات يعني عندها حوكمة عندها نمط تسيير يتماشى مع النمط المطلوب للشركات المتوجدة على المستوى البورصة إلا أنه فيما يخص يعني المعلومات التي تقدمها في إطار الشفافية نحنا ما نحوسوش يعني ما نشن نجبر الشركة تدرج في البورصة تصرح بكل المعلومات المالية لديها بعض المعلومات فقط لتسمح للمستثمر أنه يخذ القرار أنه يستثمر في هذا السهم أو في سهم آخر إذن يعني باشه ما يتخوفش المتعامل يقول بأنه عندما ندخل البورصة سوف يعني تقوم كل العامة بمعرفة ما لدي في الشركة هذا يعني تصور خاطئ ونقدره يعني في حصة ربما أخرى نتحدث عليه لأنه شيء تقني بالإضافة إلى هذا النقطة كذلك فيما يخص المواطنين الآن المواطن لما يتقرب يشري أسهم ولا يبيع أسهم يخاف يعني من الظرائب يخاف يعني المنظومة الجبائية مثلا تبعو تقول له من أين لك هذا وتفرض عليه ضرائب إلى غير ذلك فيما يخص الاستثمار على المستوى البورسة كل الأرباح التي تجنع على مستوى البورسة فهي معفات من الظرائب إطلاقا من الظرائب وهذا منذ 2003 إلى يومنا هذا هذا فيما يخص المؤسسة لكن فيما يخص المواطن لا لا فيما يخص المتعامل فيما يخص المواطن يعني يشري الأسهم ونضيف في هذا الإطار أنه مثلا في السنة المالية الماضية أنه نسبة الأرباح نسبة الأرباح تتعدى بين 3 تفوق 3 بالمئة إلى 7 بالمئة والآن يعني نلاحظ بأنه من رغم من وجود إلا أربع شركات إلا أن مردودية الاستثمار يفوق بكثير مردودية التي تقدمها مثلا البنوك فيما يخص الإداعة إذن هذا مؤشر بأن السوق بالرغم ما ذكرتموها أنه سوق جابدي لغير ذلك ولكن في حركية وفي أرباح تجنى ومعفاة كليا من الجباية سواء في أرباح شركات أو فيما يخص الأرباح على الدخل بالنسبة للمواطنين نعم يعني بعض المؤسسات التي رههم تواجد برصة الجزائر كأليونس وربا فهددوا في الكثير من المرة من الخروج من برصة الجزائر كيف تتعامل أنت كمدير مع هذه المؤسسات وما تظنش أنه هذا رح يزيد يعقد يعني من مؤموريتكم في تشجيع المؤسسات الآن أي مؤسسة لما تقرأ في الجرائد أنه المدير العام الخاص بأليونس يقول أنه نحن نخرج أكيد أنه ما رحش يجي يعني نشاطرك الرأي وأنا يعني نحترم كثير المدراء العامين لسواء أليونس وإلا رويبا وكذلك الباقي المسؤولين إلا أنه في هذا الإطار نحن نتفهم الوضع لأنه اللي يدخل للبورصة ماذا بيها أنه قيمة السهم يرتفع إلا أنه أحيانا يعني القيمة راه في تراجع وهذا من بين المشاكل التي ذكرناها قلة السيولة قلة عمق السوق إلى غير ذلك وبالتالي يعني يعني اللي يعرفوا كيفية يعني سيير السوق أنه السعر السهم ما وش مرتبط بالأرباح ولكن نقدر نقول بأنه هذه الشركتين يعني في السنين العامين الماضيين راهي في التحسن على مستوى الحوكمة إلى غير ذلك ولكن بطبيعة الحال عندما نسمع بعض التصريحات يعني ما تخدمش البورصة ولكن أنا نقول بأنه هذا يعني يعطي نوع آخر يعني تحسين الحوكمة وهذا يدخل في إطار تحسين الحوكمة وعني نحن في اتصال مستمر معهم ونحاول إيجاد الحلول لمشاكل هذه الشركات الآن يعني كأسئلة أخيرة قبل أن نختم هذا اللقاء سي بن ميهوب أنت كرئيس وكمدير يعني عام خاص ببورصة الجزائر يعني ما هو دورك الآن يعني ماذا تقوم الآن في بورصة الجزائر كل شيء رهو مية يعني 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 حاب نفهم الآن سي بن ميهوب لما يروح يعني للمكتب يلقى يعني كل شيء ميت لا نشاط ولا هم يحزنون يعني نشوف غير أصفار هذا ما ركت تصور يعني ولكن والله والجزائر ليس أنا فقط ربع الجزائر كامل يعني عنده هذا الفكرة أي فكرة ولكن احنا كما يقول في الخفاء شيء آخر يعني مثلا لما تنوص باح تروح يعني بورصة الجزائر ما فيها ولا شيء أنا كمسؤول لازم علي أن نكون في المؤسسة ولا هناك يعني يعني مثلا ذكرت أنه فيما يخص تحسين الأوضاع لمثلا سيستام عندنا نبحث للإطار اللازم لتفادي هذه المشاكل هناك مشاكل تسيير مشاكل أخرى اتصالات مع البورصات الأجنبية يعني يعني موش ولكن والله نشاط المدير العام ربما نقول ليس نفس نشاط البورصة لأنه نحن نحاول التقرب من المؤسسات نعمل اجتماعات كثيرة خاصة مع رؤساء المؤسسات الخاصة لإقناعهم بضرورة دخول البورصة خاصة في كما ذكرت في السنين المقبلة ما هو النمط تمويل المشاريع اللي لازم نعتمد هناك يعني نقطة يعني مهي قبل أن نختم قبل يعني ما ننسى يعني يعني نسيت يعني لكن هي نقطة مهمة يعني تتميز بها بورصة الجزائر لو نشوف أنه بورصة الجزائر يعني وحدها في العالم يعني تابعة للحكومة جميع بورصات يعني العالم هي بورصات يعني مستقلة لماذا لا تكون عندنا بورصة مستقلة يعني الآن عندنا على مستوى البورصة يعني مالكي البورصة هم البنوك العمومية ولكن هناك بنكين خاصين دخلين في رأس المال إذن هذه الآن رأس مال بورصة الجزائر هو مشترك بين الخاص والعام وبطبيعة الحال عندما يتقدم نشاط البورصة لأن الآن العاتق كما ذكرته عاتق ينعاش البورصة يعود إلى السلطات العمومية رهي يعني تحاول ربما لو كانت بورصة مستقلة ربما تفادين كل هذه المشاكل لا 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 أظن لأن وجود البورصة إلى حد الآن هو يعتبر يعني هذا راجع أيضا إلى وجود البنوك العمومية لنشكرها على الإمكانيات التي تقدمها للبورصة الوقت انتهى لكن النقاش لم ينتهي فقط في 30 ثانية كلمة أخيرة كلمة الأخيرة أولا أن نقول بأن الإعلام يعتبر لنا من العوام التي تقدر من خلال تساعد لمعرفة البورصة وندعو الشركات الخاصة منها كثير من الشركات الخاصة أنها تقدم لنا يعني رأنا في أبواب البورصة مفتوحة ونعطي لها كل الشروحات وكل يعني نحيولها المخاوف نعم السيد يزيد من ميهوب الرئيس المدير العام لبورصة الجزائر شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات وتمنى لك التوفيق يعني في مهامك الشكر كذلك موصول إليكم أنتم مشاهدي ومتتبعي قناة النهر أينما كنتم تقبلوا تحيتي وتحية كل الفريق التقني العام معي أطيب المونى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته